ازاك يا جمال نهاردة في حلقة جديدة هنا في استفلا الري اكشن على هوم سينما رجعنا في بيديو جديد وحلقة جديدة والتريلر اللي احنا عايزين نعمل وري اكشن النهاردة هو واحد من افلام عيد الفطر اللي حتنزل السنة دي الفين اربعة وعشرين وهو فيلم علماشي فيلم علماشي هو من تأليف احمد عبدالوهاب ومن اخراج محمد حمدي الخبيري وانا اول مرة اسمع على المخرج ده هو المخرج ما عملش اي افلام قبل كده فهو تقريبا ده خلاص يعني ده فرشور ده اول تجربه السينمائية معانا السنة دي في عيد الفطر والفيلم من بطولة علي ربيع والكريم عفيفي وصلاح عبدالله وايا سماحة وحمد ردوان وانتصار واسماعيل فرغالي انا بصراحة مش متفائل بالفيلم ده انا مش من محبين عليه ربيع بصراحة ومش من محبين اعماله سواء التلفزيونية او الافلام في السينما بس يعني لو الراجل عامل حاجة كويسة يعني لاتس جيفت اتراي ونشوف يعني مع بعض على الرغم ان انا مش متحمس اوي خالص يعني فالله اتمنى اتمنى اشوف حاجة جديدة منه بس اشك ان ده اللي هيحصل بس يعني لاتس جيفت اتراي وهو الفيلم الكوميدي التاني على فكرة هو ده الفيلم الكوميدي التاني اللي معانا في عيد الفطر السنية دي غير الفيلم بتاع ايشان ماجد اللي هو فاصل من اللحظات اللذيذة وكنا قريدي عملنا له تريلر ري اكشن اشتركوا في القناة انا مش عارف اي 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 اتواده لا يا ام ده ساحب في المحامدة. انا انا نفس الانطباع بتاعي بصراحة يعني انا اسف وسا نفس الانطباع بتاعي اا بتاع الفيلم بتاع فيلم على الماشي هو عيد الفطر في عيد الفطر الكوميدي مفروض بس انا للاسف انا برضو لسه عند آآ لسه عند كلامي انا علي ربيع بصراحة بالنسبة لي يعني انا اسف اللي انا هقوله له يعني مع كامل الاحترامي دي بس علي ربيع لا يصلح ان هو يكون آآ ممثل درجة اولى زي ما بنقول يعني لا يصلح ان هو يكون ممثل يعني او يكون بطل يعني افلامه كده كده هتجي في السينما هتجيب ارادات وده مفهوم جدا هينزل في العيد فطبيعة هيجيب فلوس لان انت لو فكرت فيها لو فيلم عادي في وقت عادي برا السباق بتاع بتاع العيد سواء الفطر او عيد الاضحى ما اعتقدش ان هو هيجيب فلوس لان كده كده يعني فيلم كوميدي ومعملين في العيد والطبيعة الناس هتخش يعني مش هندحك على بعض لان ما تفهمش هو ممكن يكون بيستهدف فئة يعني صغيرة في السن ان هو يعمل الفيلم ده ليهم هم يعني للاطفال بس انا صراحة انا الفيلم يعني مش هعجبني خالص انا برضو حتى بحاول كنت حاول افهم البلاط شوية بتاع الفيلم نفسه بس انا شبه ما فهمش ايه حاجة هو تقريبا هو عنده لازمة او عنده حاجة بتخلين هو يفضل يمشي على طول ما يدرش ان هو يوقف مش فهم ايه الفكرة او يعني ايه الفكرة ان هو يخليه يبقى كده يعني ومش فهم ده مرض ده ولا حد عمله سحر ولا ايه بالزبط فمشكلة كمان مش فعالي ربيع مشكلة كمان في بتاعته يعني حتى كمان مش قوية يعني اللي بيقولها اللي هو مفروض بيجي منها افهات انا عن نفسي مدحكتنيش ده واحد ثانيا مفروض او اللي معاه اللي مفروض ان هو كريمة عفيفي كريمة عفيفي برضو انا شايف للأسف هو اختيار سيء في الحوار ده يعني على راسي من فوق بجد على راسي من فوق وليجو مهوره سواء علي ربيع او سواء كريمة عفيفي بس انا للأسف انا الفيلم ده معرفش ما اعتقدش هيبقى معايا في العيد معرفش يعني احنا كده كده قصة فيه هنعمله تريلر اي اكشن برضو بعد الفيلم ده الفيلم الاخير اللي معانا بس انا بصراحة ما اتبسطش خالص من التريلر ونفس اللي انا كنت متوقعه فعلا لقيته يعني انا مش شايف فيه اي تجديد من علي ربيع نفس دوره اللي اتعمل في الفيلم اللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه نفس الكاركتر اللي اتبنى عليه علي ربيع من ساعة تياتره مصر ومصرح مصر والافلام حتى لو بيظهر فيها والمسلسلات والكلام ده كله فما فيش اي تجديد هو هو نفس الكاركتر وعلى الرغم ان انا كنت متوقع ان هو يعني يجدد يعني يعمل حاجة جديدة شوية بس انا للأسف للأسف ما عجبنيش يعني توقعت انه ممكن يبقى حاجة اقوى من كده السنة دي فلان هو باله كتير تقريبا ما بيعملش افلام في السينما هو اخر فيلم تقريبا اعمله كان من سنتين سنتين تقريبا اي تينك سو يعني اللي هو الفيلم اللي هو بتاع سطلانة ده فلا اوبر اول انا بصراحة ما اتبسطتش ومعتقدش معرفش معتقدش ان انا هتفرج عليه في العيد يعني فانا عمتها نسبة رقوبة للفيلم ده اتنين من عشرة مش اكتر من كده الا ازا لو فاجئني واسمع الريفيوز برضو بتاعت الناس احب ان انا اسمع الريفيوز بتاعت الناس لما الفيلم ده ينزل والناس ممكن تتكلم عنه وبس فيلم العيد على الماشي هينزل ان شاء الله في عيد الفطر بس ما عنديش احاكة تانية اقولها عن فيلم على الماشي اتمنى الحلقة بكون عجبتكم ان شاء الله شكووا في ديها تانية قريب بتسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم هنصور برضو تعملوا سبسكرايب للشانل تانية نسمعها هومالون وتيك تو وحاسب لكم اللينكس في الديسكريبشن ولو حابين تعملوا لايك على فيسبوك وتيك توك وانستجرام برضو حاسب لكم في الديسكريبشن وباي باي اشتركوا في القناة